سؤال من أخت كريمة بتقول إن هي على المعاش وكانت بتعمل بي التربية والتعليم ونقبت المعلمين بتعمل رحالة عمر بالتقصيد للمعلمين فطلعت معاهم بس ما ينفعش يخصم القصط من المعاش ولكن بيتم الخصم من مرتب زميلة بالخدمة وأنا بديها القصط كل شهر هل عمرتي كده هتكون صحيحة ولا إيه أنا دايما أأكد على حضراتكم عشان يرتاح القلب وبنأكد على ما هو مستقر في الفتوى من كون معاملات التقصيد جائزة مدام موضوع المعاملة جائز أنا بقصط في سلعة أو خدمة أساسها حلال أساس الخدمة والسلعة حلال موضوع التقصيد حلال التقصيد نفسه يصبح حلالة يبقى أنا التقصيد أمر مشروع وجائز طالما موضوع القصط ده اللي أنا عايزة قصطه ده أمره مشروع وجائز ليه؟ لأن ده من أنواع المرابحة والمرابحة دي جائزة في الشرع الشريف وما فيش حرك فيها والتعامل بالتقصيد بيشمل إيه؟ بيشمل السلع اللي إحنا بنشتريها وبيشمل كمان الخدمات اللي إحنا بنحتاجها وبلا شك إن تسهيل القيام بعمرة بالتقصيد هو من باب تقصيد الخدمات وده جائز شرع مفوش حرم وإذا وقعت العمرة بأركانها وشرطها فهي صحيحة شرعا إن شاء الله تعالى وعلى الله القبول نسأله دوام القبول سبحانه وتعالى لكن أنا بس حب أنبه من باب التذكرة بالعلم إن المختار للفتوى إن العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر للقادر عليها المستطيع لها طبعا العلماء منهم من رأى وجوبها مرة في العمر ومنهم من رأى إنها سنة الاختيار الفقهي في الديار المصرية بأنها سنة وبالشروط اللي قلناها فإذا لم يتحقق هي سنة للقادر عليها المستطيع إنه يقدر يقوم بها يعني إذا لم يتحقق المكلف ده بالاستطاع ما قدرش فلا تجب عليه ولا يلزم إنه هو يقترد أو إنه يقصط من أجل إنه يقوم بها بنقول ده من باب أو حتى لا يوقع الإنسان نفسه في حرج أو مشقة وربنا يسر للجميع كل ما يريدون وفوق ما يريدون بتيسير الحي القيوم موسيقى